تقدم الحديث عن بعض علامات حب المؤمن لربه العلامة الأولى أن يقدم رضا الله على هوى نفسه العلامة الثانية حبه للاختلاب الله إذا جن عليه الليل لا ينام إلا وقد أخذ وطرا في خلوة مع الله العلامة الثالثة التي تقدمت هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الشاعر المنسب للإمام الصادق في لفظه أو معناه تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع نبدأ الليلة بالعلامة الرابعة ألا وهي إجهاد النفس في الطاعات ليس الكلام عن الإتيام بالواجبات حينما نسمع كان يصلي في اليوم والليلة هل قدرك معقولة بس قاعد يصلي مثلا القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقولون لأترنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أولا أكون عبدا شكورا هذا الحب العلماء يقولون قانون الحب غير قانون العقل يقول يعني إيش ينو يعني يبلغ خبر عن أحد العلماء الكبار أنه كان لا يمدرج له في محضر الله مثل ما نسب إلى المقدس الأردبيلي يجي واحد يناقش يقول مو حرام وليش يعني أكو كذا وأكو في الكذا وفي الكذا أنت تتكلم بلغة العقل بينما لغة الحب الآن لغة الحب مختلفة يقول أنا حب لله خليني أجله حتى من أن أمد رجلي وإن أذن أذن الله لي في ذلك هذه لغة الحب لهذا في الرواية عن أمير ممني عليه السلام القلب المحب لله يحب كثيرا النصب لله يعني ينصب نفسه في طاعات نحن نقول ما شاء الله ما نقدر إلى أن حبنا درجة أقل بينما هذا في طاعاته نحن نقول يجهد نفسه بينما هو يرى أنه يمارس الحب لله ويلتد بالحب فيلتد بالعبادة هذه ديدا الصالحين والقلب الله عن الله يحب الراحة فلا تظن يا ابن آدم أنك تدرك رفعة بغير مشقة فإن الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو إذن الأمر الرابع من العلامات أن الإنسان يحب أن يجهد نفسه في مرضات الله الأمر الخامس طبيعي تتحب رب العالمين حينئذ قلبك ينقبض عن أعدائه ما تحب المتمردين على الله أما واحد يقول أحب الله و أحب العصات والمتمردين على الله والذين كفروا بالله وترصدوا لدين الله هذا ما يجتمع ما يصير وقلنا في الأسبوع الماضي أن الحب مقولة توحيدية كل حب يتفرع من حب الله هذا في قلب المؤمن فكيف تحب أعداء الله لهذا في الرواية عن إمامنا الصادق طلبت حب الله فوجدته في بغض أهل المعاصي طبعا المقصود متمردين على الله واحد يقول إيه أنا عندي ودعم شفت في معصية بعدنا ولا اشتهي لا يا حبيبي هذا مؤمن هذا حقه عليك أن تنصح وتأمر المعروف مخرجت من دائرة الولاية على ذنب أذنبه إنما أهل المعاصي الذين انغمسوا في المعاصي لا يرون لله حرم هؤلاء طبيعة يحبون المعصية ويتمردون على الطاعة ويقاومون أهل الطاعة هذا لن يختلف حالهم هذه باختصار بعض علامات حب الإنسان لربه الآن إذا جاء الحب واش بيصير أولا قبل لا نروح إلى إذا جاء الحب واش اللي يخليني أحب رب العالمي أنا أريد أقوي الحب الإنسان عادة سبب الحب في قلبه إما جداب لجمال وإما جداب لمحسن فإن القلوب جبلت على حب من أحسى إليها فالمؤمن عندنا مؤمنين يعني من شفافية القلب عندهم صار يدرك شيء من جمال الله هو الجميل لا قبح فيه لكن إحنا الإنسان العادي هذا التعبير جمال الله ما تقنسب قلبه لأن قلبنا عليها حجب فأحنا نروح إلى الإحسان والقرآن لما يعدد نعم الله يريدنا ننفتح على التفكير في نعمه حتى ننجدب إليه وإذا انجدبنا إليه أطعناه وإذا أطعناه خير ذلك لنا ولسم الله من الله غني وبالتالي علينا أن نستذكر نعم الله حتى ينجدب القلب إلى الله تبارك وتعالى إذا أحببناه أحبناه شوف الله من أسماء الحسن الشكور تشكرني يا رب على شنو على صلاة وانا صليت بهديك وتوفيقك وحولك أنا ما أملك شيء لكنه يتفضل علينا ويشكرنا على ما هو حقه وبالتالي بالتالي فاطمة صلوات الله عليها لما صارت تصبح وتمسي وهمها رضا الله شكرها الله فصار رضا الله في رضاها إذا تحب الله الله يشكرك فيحبك وإذا أحبك الله جاءت البركات فكل خير وبركة فهيرنا الله خلينا نتكلم عن بعض ثمرات حب الله لنا الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تحبب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه هذه الواجبات وإنه ليتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه أنا أحبه نزل يا رب إذا أحبيته وإيش بيصير قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إذا دعاني أجبتك وإذا سألني أعطيته خيل أنت الآن عندك عناصر قوة سمعه بصره ويده ورجله وغيره إذا الله صاغهم كما هو يريد لن أحبني فلن تسمع إلا الحق وتمج الماطن ولن تنظر إلا لما يرضي الله وتمج ما يسقطه كل خطواتك كل شعورك الله يديرهم لأن صرت أنت محب لله والله أحبك خلاص ويديرك هذه الثمر الأولى ثمر الثاني غفران الذنوب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا يجي الحب ويجي المغفرة لأن اللي حب ما يعدب حبيبه إذا الله أحبني بيقول لا أنت عليك ذنوب حتى للحبك نديك النار لا إذا أحبني عفو عني فيغفر الذنوب هذه الثمر الثانية ثمر الثالثة أن يشعر للإنسان بالغنى عن الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله من آثر محبة الله هذه بعض الثمرات يعني أقل شيء هو اليقين نحن ما عندنا يقين اليقين عندنا الدعاء لو عندنا يقين مثل ما نشوف النار قدامنا ما عصينا أبدا وقع الله ثم طبعا القرآن يقول علامة اليقين تشوف النار ثم إذن ما تسأل شنو الآية لا ترون كلا لو تعلمون علم اليقين إذا في يقين لا ترون الجحيم يقول الشيخ طباء الشيخ الجوادي آمني لما جش شاب للنبي وقال ليه يعني أنه تكلم عن اليقين سأل النبي عن علامة يقينة قال كأني أرى أهل النار وهم فيها يعذبون كأني يقول له استزاد يقينة ما قال كأني قال أرى فإذن يمكن للإنسان أن تنكشف له النار والجنة وفي الدنيا القرآن يشير إلى هذا المعنى وبالتالي الرواية تقول وقواه باليقين فإذا جدت القناعة وجل يقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف هذا إذا أحبه الله والمقابل وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال يعني هل امتلاتي فتقول هل من مزيد يعني كل ما يعطون فلوس يريد هذا من أهل النار أهل النار لا يبغض الله من أهل النار وأهل النار سنخيتهم من سنخي النار كما أنه لا تقنعهم لا يقنعهم واكتقال حبب إليه المال وبسط له الآمال وين ما من موت بعدنا لأحكي على توبة ما توبة وألهمه دنياه مو ألهمه شيء آخر فبالقليل ألهمه الطاعة الآن لا ألهمه الدنيا متعلق بالدنيا ووكله إلى هواه ومن يتبع الهوا يرديه فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد يظلم لأن الدنيا هي سبب التهارش حبها حب الدنيا سبب التهارش أتجعل فيها من يفسر فيها إذا أخلد إلى الأرض تهارش فإذا هو هم المال سيأخذ المال من الحلال والحرام ما يهم أحد فيظلم العباد إذن هذا معسكر وهذا معسكر فمن أراد فعليه أن يسعى لأن يكون من معسكر محب الله جعنا الله منهم أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأله الطاهرين